أعلنت اليوم منظمة الأغذية وزراعة تابعة للأمم المتحدة فاو أن أسعار الغذاء العالمية بقيادة السكر ارتفعت في أيلولا لأعلى مستوى لها منذ آذار 2015 وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومتجات الألبان واللحوم والسكر ارتفاعا بنسبة 3% في أيلولا عن الشهر السابق ونسبة 10% مقارنة بشهر أيلولا من العام الماضي ورفعت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2016-2017 إلى نحو مليارين ونصف المليار طن بزيادة 3 ملايين طن عن التوقعات السابقة